قرب بيت النبي إبراهيم الخليل وزقورة أور التأريخية اكتمل بناء كنيسة إبراهيم الخليل والتي من المتوقع افتتاحها رسميا في أعياد الميلاد قلال هذا العام والتي أتت ضمن مشاريع إحياء المناطق الآثرية وفق تصاميم عصرية وحضارية متميزة على مساحة تقدر بعشرة آلاف متر مربع تم إكمال العمل 100% والكنيسة جاهزة لاستقبال الضيوف وإقامة القداس وإن شاء الله سيكون الافتتاح الديني الكبير في أعياد الميلاد لهذا العام الكنيسة قيمت على مساحة عشرة آلاف متر مربع المساحة مخصصة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأيضا الكنيسة ككنيسة موجودة لإقامة القداس وهي تعتبر مركز لحوار الأديان في مدينة الناصرية مدينة الأدب والفن والحضارة والتعايش السلمي فيما بيّن متخصصون أن افتتاح هذه الكنيسة بصورة رسمية ستكون قبلة للسياحة في المحافظة خصوصا بعد زيارة باب الفاتيكان قبل ثلاث سنوات إلى بيت النبي أبراهيم الخليل الذي أكد البدء فعليا بالحج المسيحي إلى ذيقار في زيارة هذه المدينة والاطلاع على معالمها والاطلاع على ما بيها من أمور ترع نحن كمحافظة ديغر أو كمدينة أور الأثرية تنقسم إلى جزئين الجزئ الأول المعلم الآثاري والمعلم الديني الآثاري اللي هو زقورة أور والحضارة السومرية والحضارة الكلدانية والدينية ألا هو بيت النبي إبراهيم وسوف تطرز هذه المدينة بهذه الكنيسة ألا وهي كنيسة النبي إبراهيم وبعد إكمال إنشاء هذه الكنيسة هنا في المدينة ستكون قبلة للسياحة الدينية والآثارية وتعد موردا اقتصاديا وعدا انتهت فعليا أعمال إكمال كنيسة إبراهيم الخليل لتصبح معلما سياحيا تضاف إلى المدينة الآثارية في أور للجذب السواحة من جميع البلاد من مدينة أور الآثارية سعد الركابية قناة الفلوجة